معنى الحديثين الحديث الأول لا تصب الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا يعني إذا مات الإنسان خلاص يعني لا داعي نحن نتكلم عليه بالسوء لأنه أفضل إلى عمله يعني قدم إلى عمله يحاسب عليه فلا يجوز أن نصبر الأموات بالسوء ولكن نصبرهم دائما بالحسنة وأزل يعني طبعا الأهل البدع استستمت ذلك إذا كان الإنسان من أهل البدع ونحو ذلك من باب التحذير والنصيحة لا بأس أن نصبر بدعتهم فما زال العلماء يذكرون عن المبتلعة الذين ابتلعوا في دين الله عز وجل كالجه بن صفوان والجهد بن درهم وغيرهم ممن ابتلعوا في دين الله عز وجل يذكرون ببدعتهم لا نتكلم عليهم بشيء إلا أننا نحذر من العرفة بالبدعة أن نحذر الناس من بدعة ولا يهمنا الشخص ولكن يهمنا أننا نحذر من البدعة فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى أما الحديث الآخر وهو الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة يعني من أهم العبادات وليس هو العبادة فقط ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل فذكر الله عز وجل الدعاء ثم وصفه الله عز وجل بأنه عبادة الله عز وجل ومن هنا فلا يجد الإنسان أن يدعو غير الله عز وجل كمن يدعون الموت ويدعون أصحاب الأضرحة والأولياء غيرهم فلا يجوز لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى نعم